لما بيقلك انه اوكي رح اعطيك اللي انت طلبته معناتها انه انت جاهز تاخده هلا لان احنا مثلا مش مؤهلين في وقت معين وفي سن معين او في مكان معين ان احنا مثلا نحصل على شيء معين بنطلبه من الله بس وقت ياللي هو تطلع بمطرح تاني لحتى يشوف القصص التاني يعني ما ظله هو مركز على المسيح بلا شي غلق فهيدي بتفرجينا انه احنا بنص صعوباتنا المسيح بيكون موجود معنا احنا ما منحس انه هي هدية معلم روني صف صف عامل ايه يا رئيس عامل زي الفل انت كويس كويس كله تمام ماشا الحال بردان بردان لا عم بترجع بتجي صيفيه ما عم بتشوف الجو انت يعني كيف عم بتصير ساعات بس تدفي نفسك برضه ايه عم دفي نفسي ايه بس بخي احترنا هيدا ساعات بتتتذكر ديسمبر من نص ديسمبر كانت تكون صيف اه بتحب الصيف ولا الشتة انا بحب الصيف اكتر ليه بقى لانه فيك تلبس شو ما بدك اول شي ايش تاني شي يعني وفي الشتة وتلبس شو انت عايزه ايه بس بتلاقيك لبس تياب فوق تياب ده احلى انا بكمل هلا انت بالنسبة لك بتحب احلى يعني انا لك مثلا لبس هاي ده وتحت تي شيرت حلو ايه بس انا ما بحب كترة تياب والبس ايه بالدعية يعني ايمن لما بيشتغل بيشتح حايدة بيكون مدور ايسين مثلا بس بضلي بالنسبة هو هنا دفع يعني هنا تحش فيهم الشتة بس ايمن يعني انا مثلا البانس ما بحب البوز ما بحب البوز شورت اكتر صرت احب خفيف لطيف هو اخف اه اسهل بس بحس ان الشتة في وقار كده في اللبس اللبس ارتب بيضلوا ارتب لي لانه ما بتعرق فيهم ما بيتوسخوا بسرعة بس انه كمان انه ما فيك تطلع لبرة انت مرتاح بالشتة بس في الصيف برضو بيبقى حر فبتبقى طالع فبمخنوق الشتة تحس ان انت ممكن تعالج البرد بالبفر ايه بس انه هين تتوسخ بالشتة كمان لا كيف رو واحد يقطع من حدك بسيق ارى بيعبك مي ارى انت خلي بقى لك بعدين بتمشي كل شوية مي بصير الشوز سباشا ازا ليه بالجلد بصير من هون على النقط هيدوله طبق كل شوية تمسح انا بصراحة شايفة ديها حاجات صغيرة لكن الشتة كمجمل يعني انت بتحب الشتة تدفى تحت ال هو هيدا الحلو بالشتة اه بلعن كت تتغطى وتنام ما توعى اصلا جو حلو جو كئيب كئيب بخليك تضلك نايب يعني ما بيش اجعك تطلع ما بيش اجعك انت لو عايزة تطلع تطلع دي من اخر يعني لو عايزة تعمل حاجة تعمل حتى لو جو بيجيب دفاضع مي ما اختلفنا بس انو بس الموارف الشتة جو بيتوتي ضلك قاعد بالبيت وده حاجة حلوة يعني انت اتس اتس نايس ما عم بيقلك لأ كرمت الشخص في بيته خي انا ما عم بيقلك لأ بس انا عم بيقلك يا انو الصيف احلى فيه اكتفتيز اكتر مم ما بتعتلهم هلأ شتت بعدين نهار اطول ده ده مش حلو بالشغل مش حلو بس تلاقيهم بالعطل حلو حتى كمان انا انا مسلا هلأ انا عم بروح من الشغلين هون على الساعة ستة عتمة ايجا بس بالصيفية بتكون بعضا مدواية صح 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 هو كل واحد وبصراحة انت شتوي اكتر انا اه جميل الجو كده تحس ان السحاب ومغيم في مطرة وبرد فدد ياه دعا خشت على اسئلة هو هو شوي حلو يعني بس انو فيه انا مش شايف انا مش شايف حاجة خالص هونيكي هونيكي بس انت بتحب التطول بالشتة ولا بتحب بالصيف يا باش الاتنين بس ايا افضل ايا اكتر الشيب ايا بتحب اكتر ده حلو وحش وده حلو وحش الصيف يعني ممكن بعد عشر تايق لا بتلاقي تشرته كله مياه فبتلاقي نفسك تقيل في الشتة في اول عشر تايق صعب عشان مش قادر تشوت الكرة وصبعك بس بتكون كمان تقيل لا يا لادا ما نشو بيك ما يعني بتصير تحبه مياه ازا شطيت عليك ده 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 متعة ده ليك حلو الشيت لعب الشيتي انا بالنسبة لها اليه تعرف عمتها وقت اللي بنكون بعدنا نوفمبر مم وبتكون الجو ايو ايو مش شوب ولا ساعة واوقات بتنق الطنقيت انا هيدا بحبه بس حسنا في التبورز يعني ايه بتشتي بتشتي سئيلة معنى بس الجو اللي انت بتقول عليه ده مرض علشان انت والشيتة كله مرض لا بصراحة ازا منعتك قوي مناعتك ولا مش مناعتك بس انه شيتك له مرض وبص بصراحة انا مش عايزة انقق على نفسي بس الحمد لله بحاول اكل الاكل والفواكد اللي فيها مناعة مش فيها مناعة فيها فيتامين سي ايه واللي تديني مناعة وتقوي مناعتي والحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله لحد دلوقتي ايه ما عايش حد دلوقتي لو عيد بعدين انت تبقى سبب او انتو سبب دو يو بليف ان سوبرستيشنز لا طب ليه اله اتعودنا بس لا لا احنا عندنا اه يا اما مسك الخشب يا اما ترسم الصليب والبخور بس لا الحاجات دي اه حاجات دي بس نتحك عليها بس مش اللي هو ده عمل وبالذات مثلا لما بشوف دلوقتي ستات بتتصور ابنها الصغير وبتحط ايموجي بعد ما تحط وش تحرز الزرقاء يعني لا تعمل وجه ايموجي تحط مثلا صورته لشورته بحطته مثلا يعني على اساس ان انت مثلا بتطلعيش بابنك خالص في اي حتة يعني مثلا في السبوع ان مش بيتعزيم الناس يجو مش بيشوف وشه فهي غريبة شوية ومالاش علاقة اصلا بس الناس بتحبه اصلا اصلا ربنا الحياة مية مية بالمية فانت بقى تخشب انت بتعرف انه الشيطان بيستعمل هيدا الشي طبعا لانه هو هون بيفرجيك انه لا انا لازم اخبيه لانه الناس بتحسده ما عم نقول الحسد منه موجود فيه حسد يعني الانجيل بيقلك فيه حسد بس بيقلك انه بصير يلعب براسك انه انه الناس راح تحسده وراح يصير له شي من ورا هيدا الحسد هلا هو طبيعي بده يصره شي يعني بالحقيقة كلنا بده يصير لنا شي فانت بتصير يو كنكت هيدا القصاص وتصير انت تفكر لا الله ما بيحميه انا اللي بدي يحميه صح وانا بهذه الطريقة بيحميه صح مزبوط طب ماتين نخش على الاسئلة تاتيالي اه ها ولازم نحط اسئلة اه بقد فيه كم ورق يا جماعة بليز اكتبونا بالكومنت سكشن شو بدكم نحكي اسئلة وعملونا لايك شير وسبسكرايب وشيركونا وشكرا على حسن تعاونكم شكرا على حسن تعاونكم حسن تعاونكم وحسن تعاملكم ياس ينهر اسود ده ايه ده مش شايفه انا اسئلة ايه اخر حاجة بحست عليها على جوجل اخر حاجة بحست عليها على جوجل من اي ديفايس بدك الموبايل موبايلي اه او بعرف انا عارف من قبل ما خوشه اعرف ايه هو شاهد اخر شي بحست عنه او لا 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 كان فيه متشاط بس ارجع على متشاط من الاخر يعني من على الموبايل بس مش صغير هالسكريين بعمله كده بس ايضاً تاين بعمله كده اعمل ايه تاين هشتري ان شاء الله شاشة بقلتلك تعال خليني اعطيك الشاشة اللي عندي هات يا باش انا هات هل تؤمن ان الناس يتغيروا؟ هل بتؤمن ان الناس بيتغيروا؟ اكيد طبعاً اعتقد ان الناس يمكن ان تغيروا محطوطة بطريقة انه انه ازا حداً عمل شي غلط بيرجع بيصير منيح اه اه اكيد طبعاً ليه لأ اصلاً انا ما اعرف حيني اللي حطيني السؤال مش انا اللي حطيني السؤال اكيد ايه بس بتاخد وقت بياخد وقت مع ناس ممكن تاخد وقت مع ناس ممكن من يوم وليلة تلاقيه بقى مش يوم كله بياخد وقت اصاصاً لا اصلاً لحتى تصير المومنت هي هيدا اللي بتاخد وقت لحتى يلاحظ انه هو عمل شي غلط مثلاً انتجاه حداً او انه هو العيش غلط فبيحاول يغير من حياته لحتى يصير للاحصن ماشي انا بقى بتكلم فيه واحد مثلاً بيعمل حاجات وحشة كتير ايه وصاحبه عشان دي حصلت حصل معا حدثة وراح المستشفى ومات ساعتها لا ده انا لازم بقى ده الواحد مش ضامن ايه صارت هون هي اللحظة يلي عرف انه أنا لازم اغير حياتي وغير اه اقدر بقولك ممكن من يوم وليلة ايه بس بس فيه بروسس اه في وقت التغيير اه يعني مش من يوم وليلة تلاقيه بيحب الناس وصابور مع الناس وبيتكلم كلام كويس اكيد مش من يوم وليلة بس قصدي القرار ممكن يجي من يوم وليلة اوكي انت من النوع اللي بتحب القصص تصير بسرعة ولا بتحبها تتأخر اي قصص شو مكانت القصص يعني انت مثلا اذا بدك تجيب شغلي يعني مثلا انا بعت سيارتي يومين شفيت سيارتي تمام حلو انت من النوع اللي بتحب انه خلص كل شيء يكون على السريع ولا بتحب ولا ما عندك مش تكون القصص تخد وقته طيب هو هو او لا او مع السرعة ومع البطء ازاي اوكي اوكي تاتيالي انا بحب انا بحب الرتم سريع ما بحبوش بطيء اوكي ما بحبش يعني مثلا ما بحبش الامور تاخد وقت طويل يعني مثلا انا بعت رسالة بحب الرجل او ستة ترد علي على طول اوكي لو مثلا باتفق ان هنلعب مثلا كرة فبعت الكذا كذا 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 عايزهم يرد عشان اعرف لو مثلا حاجة في الكنيسة عايزين نغيرها يلا ماشي وانا ببعت لك ترد علي ببعت لك الصباح وترد علي المقصة فين ده من يومين بعت لك لا يا باشي وحيتك بعت ايه انت لما سألتك عايزين نصور يعني انت بتوع المساف بس يعني I'm not judging you doctor اللي انا بعمل هيك حسب الوحد قدي بيكون مشؤول ففدية بحب اه بحب السرعة بحب الامور تنجز ما بحباش تطول بس في اوقات كتير التقني مطلوب في اختيار مثلا حاجة معينة التقني في الزواج التقني يعني كنت بتتقنى انه انت تشتري البيام لا مع علشان كده لبست فيها يعني كنت بتتمنى انه انت تقنت اكيد طبعا بس في الوقت اللي انا كنت فيه كنت محتاج يعني فعشان كده كنت عايز حاجة بس وكنتش عرف ان البيام نوعيات مختلفة شوية البيام سيارة منيحة بس يلي بدك تعرف تنقية وتسمع كلام ناس صح صح في التقني السلامة في التقني السلامة فسؤال بصراحة مهم جدا لكل واحد لو يفكر لازم في حاجات تتقنى فيها ولازم حاجات تصبر فيها وحاجات تختار صح وفي حاجات اه عايزة سرعة طب ليك خليني حط السؤال بطريقة تاني الله لما اوقيت منطلب منه انه يعني منطلب طلبة منه رايت او صلاة وقت اللي بيستجيب هو بيستجيب انا بالنسبة لي بيستجيب ثلاثة شخص او اوكي يا بيقلك ايه يا بيقلك نعم يا بيقلك لا يا ايه يا نعم يا بيقلك نعم يا بيقلك لا يا بيقلك wait تمام اوكي يا بيقلك نعم wait لا ايوه اي واحدة من هيدون انت بالنسبة ليلك هي الأصعب اكيد طبعا استنى الwait ودي اللي بتحصل دايماً هي بتحصل ايه وانت؟ واكيد ويت بس ليك يعني انا بالنسبة للي وقت اللي بتقول مثلاً نعم ويت او لأ لما بيقلك انه اوكي رح اعطيك اللي انت طلبته معناتها انه انت جاهز تاخده هلا تمام إذا بيقلك ويت معنات انه انت مش جاهز لحتى انت تستقبل هيدا البركة هيدا انا بدي اعطيكي ايها لا تركت هيدا لما بيقلك لأ عم بيقوله هو انه انه هاي البركة مانا منيحة لأيك خليني نعتبرها هيك بس الويت هي صعبة شوالاً وعلى فكرة اللي يزبط بقى اللي انت قلته ده في ارمية 29 وآية 11 لاني عرفت الافكار التي انا مفتكر بها عنكم يا كل الرب افكار سلام لا شر اللي اعطيكم اخرة ورجاء يعني الله عايز يقول لنا ان تفكيركم وتفكيري مختلفين وفي ايه بردو تانية بتقول كما عاليت السماء على الارض هكذا افكاري عن افكاركم وبعدين الافكار بتاعت الله لنا هي سلام ومش شر بتدينا رجاء وبتدينا امل واخرة في الاخر وبعدين بقى في الاية اللي بعدها فتدعوناني وتذهبون وتصلون الي فاسمع لكم لو انا مثلا طلبت من الله شيء معين وانا حاطت في دماغي الايات دي ان الافكار والخطط وكل حاجة عند الله هي المصلحتي وهو عارف اكتر مني وهو هيديني الفايدة اللي انا محتاجها في الوقت المعين لو انا في دماغي التفكير ده وانا بصلي من اجل شيء معين ولسه الحاجة دية الله ما ادهنيش او شفتها يبقى انا افك لا يبقى الله يدهاني في الوقت اللي انا قادر زي ما انت قلت استمتع بي او افهمها او استخدمها صح اوكي لان احنا مثلا في اوقات كتير مش مؤهلين في وقت معين وفي سن معين او في مكان معين ان احنا مثلا نحصل على شيء معين بنطلبه من الله مش مؤهلين ازاي مش مؤهلين مثلا مش جهزين استلموا او مش علشان احنا مثلا مشلولين لا علشان احنا ممكن نستخدمه بطريقة غلط او نحطه او يمكن ما نفهم البركية اللي جاي صح او نحط قيمة اكتر من قيمة وننسى اللي بعثها بتفتكر قصة ابراهيم وابن سحق لما صلى وقعد فترة طويل قوي ما عندوش اولاد لما ربنا ادى له ولد بعدين طلب منه ايه طلب منه انه يروح يضحي فيه ليه؟ لحتى يشوف انه ما في اغلى من الله لالك لازم يكون حتى لو كان ابنك يعني ابنك هيدا هو بركة مني انا اللي اعطيتك فكان الله عم بي بس انه بالاخير ما خليه يعمل عشان الله مش بيفرح مش بيصر بموت ولاده فابراهيم قعد فترة طويل قوي عشان اه احنا ممكن نقعد فترة طويلة قوي نطلب من الله حاجة وما يدهناش في الاخر لو ادهلنا عايز يشوف هل الحاجة اللي انت صليت منها او الحاجة اللي انت كنت مستنيها فترة طويلة هتاخد الحيز الكبير في حياتك ولا انا مصدر ساعتك مش الشيء اللي انا بعطيه فيه كمان بطرس اه وقت اللي صارت العاصفة وكانوا بالسفينة والمسيح مشي على المي بطرس شافه باللحظة اللي شافه هو خاف خافه كل التلميز يعني فالمسيح قال له ان ما تخافوا هيدا انا مزبوط فبطرس شو قال قال له اذا هيدا عن جد انت خليني انزل وامشي على المي فهون بطرس عمل طلب او طلب شي من الله والله بس قال له تعال كلمة فبكلمته نزل اجا بطرس ودعس على المي ومشي معه مشيت كذا خطوة اه ومشي كذا خطوة لانه هو كان بعضهم شايف انه الله هو القيمة فيه ايوه بعضه شايف قيمة المسيح يعني هو قيمة المسيح كان احلى من العطية اللي عطاياه انه يمشي على المي بس وقت ياللي هو تطلع بمطرح تاني لحتى يشوف القصص التاني يعني ما ضله هو مركز على المسيح بلاش يغلق ففي هاي دولة اجزامبلز عندك اصحاق ابراهيم خلى كل تركيزه على نقول وكل حياته مركزي على الله وعلى طلبات الله بطرس طلع على الاسس لو ابراهيم حلوة الكسة بتاعت بطرس ومقارنتها بعض برضو حلوة لو ابراهيم خلينينا نتخيل ان لما ربنا قال له قدم ابنك لو ابراهيم مركز على ابنه هو ده اللي عايزه من الحياة ومش عايز حاجة تاني فلما ربنا يقول له قدمه فلا مش قدمه دهت الحاجة اللي انا طلبتها دي الحاجة اللي انا خدتها او حصلت عليها فبنكر مين اللي اعطهاني وبركز اكتر معها فكان هيقول لا بس لان ابراهيم شاف ان الله هو يعني شايف المصدر مش شايف البركة لما احنا بنركز على المصدر مش بنركز على البركة طريقة تفاعلنا مع البركة مش هتاخد حيز اكتر من المصدر مية بالمية وبس at the same time منشوف قيمة هايدي البركة اكتر من القيمة اللي احنا بنطلع عليها فيها فاهمشو قصدي؟ يعني لما انا بعرف المصدر تابعولها البركة بتصير هاي الشغلة قيمتها غير طعمتها غير واقل من المصدر اكيد اقل من المصدر لانه هو المصدر وبالناحية بين المصدر والبركة نفسها انه خليني نفكر فيها بهالطريقة انا مثلا عندي كبيت هيدا عندي انية المي اوكي وانا عارف انه اذا خلصت رح يجيبوا لي من جوه مي مظبوط فما حكون عتلين هاما وما حكون انا عم بنتبه عليها كتير وبعطيها كتير اتنشن ليه؟ لانه عارف بس تخلص المصدر يلي جوه بتجيب لي مو صح؟ فهي مع الله انه انا عارف انه انا البركة يلي اجتني هاي لو راحت المصدر حيرجع يعطيني ايو ايو اي بس انا عم بحكي انه لما انا بعرف انه هيدة الله يعطاني ايها بحسبي ايمتها بطريقة تانية يعني بين هاي وبين حيا الله شي تاني بتصير هاي ده الى اعيم وكتر اه اه لما تيجي من عند الله ايو 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 هي انا ac وكنت عايزة اكمل برضو فكرة بطروس والبرحيم إبراهيم خلصنا بطرس في الأول لأنه طلب من الله شيء معين والله استجاب لي بنعم وبطرس قال له ويت بعد النعم قال له ويت لا إبراهيم سوري بس أنا عم بقل لك بإبراهيم نطر بالأخير أعطها الورب بطرس استجاب على طول بولس ما استجابش خالص بولس كان بيصلي فيه كان فيه شوكة في جسمه أو زي مرض معين كان بيصلي يا رب خففني منه فقال له تكفيك نعمتي المهم يعني أن أن دول تلاتة إجزامبلز على استنى ماشي ولا والتلاتة مجدوا الله في الآخر وعاشوا حياة مقدسة في الآخر بطرس ممكن مش في نفس الوقت ده بس بعدين لما حياته اتغيرت بعد إنقاره للمسيح طبعا كاتب بطرس التانية وكاتب بطرس الليدر بطرس أنا في صراحة بطرس أكتر واحد بحسه قريب مننا كبشر أو إحنا قريبين مننا كلمة هيك سمت بيتر لأن بطرس اللي هو كان فيه ده كانت معجزة أي حد يبص إزاي حد يمشي على المية ده مستحيل وكان فيه عواصف بس الوقت اللي بطرس زي ما انت قلت بص بعيد وشاف نفسه ماشي واللي هو حس ان هو اللي عامل المعجزة دي فطبعا بدأ يقع وخاف الخوف يعني جه من أول ما بدأ يسقط الرياح كانت هي هي موجودة أو العاصفة كانت موجودة ما حسش بالرياح والعاصفة طول ما هو كان مركز على المسيح احنا برضو لما بنصلي من أجل شيء معين ما بنحسش باضطراب غير لما احنا نكون مركزين على الحاجة دي لو جات لنا او لو الحاجة دي احنا حصلنا عليها حياتنا هتظهر خالص لكن لما نركز احنا بنطلب من مين احنا رتكزنا مع مين او احنا عايزين مين احنا عايزين الحاجة ولا عايزينه هو اذا ادهالنا او لأ احنا مؤمنين به هو هي دي اللي هتفرق من طريقة صلاتنا لله وفيه كمان شغلة على موضوع العاصفة وانه المسيح بقلبها اوقيت كثير نحنا بنكون قاطعين بصعوبات في الحياة ونحس بنفكر انه الله مش موجود بس هاي دي القصة يلي تبعت بترس بالسفينة مع تلميز وقت اللي مشي على المي المسيح كان بنص العاصفة والعاصفة ما وقفت هو كان فيه وقفة بس هو كان عم بفرجيهم لتلميز انه انا موجود بوسط العاصفة بصورة انتوا ولا بحياتكن شايفينها المسيح كانت اول مرة بشوفوا النسيح ماشي على المي وانا بعتقد انه كان ماشي ومنور لحتى هن خافوا لانه هن ليه خافوا لانه بالميثولوجي اليهودية او الاساطير اليهودية كانوا بقامنوا انه البحر محكوم من الارواح الارواح الشريرة هن اللي مسكينه فهن فكروا انه كان شبح ماشي ايه ايه كلمل هيك هن يخافوا صح فبس الفكرة هي انه بنص العاصفة المسيح كان موجود وما وسكت العاصفة صح فهيدي بتفرجينا انه احنا بنص صعوباتنا المسيح بيكون موجود معنا ايه ان دون احنا ما منحس انه هي هديط ما ضروري انه انت تقطع من صعوباتك لحتى تعرف انه المسيح انه هو معك لا هو معك بنص الصعوبات لحتى انت تتخطى هيدا الصعوبات صح ولما طلع معنه هو على البوت وقفة العاصفة صح وفيه اخر موضوع اللي كان نايم كمان كانت العاصفة موجودة لما هو هديها صح في العاصف برضو في الحياة احنا عندنا بنصلي ان ربنا يطلعنا منها فيه اية بتقول سلام الله الذي يفوق كل عقل في فليبي سلام الله غير سلام اي حد هو اله المسيح سلامي اترك لكم سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا احنا كمؤمنين ولاد الله مش لازم نكون احنا برى العاصفة او برى المشاكل او برى الصعوبات علشان نكون في سلام احنا ممكن نكون في وسط المعمعة بس احنا عندنا سلام داخلي مش مضطربين مش منزعجين اكيد بشر فمش هنقعد كده كأن ما فيش اي حاجة لأ بس هنبقى في في ارتياح في طمقنينة مش مش قلقنين ايه اللي هيحصل هنعمل ايه هنوادي ده ازاي نجيب ده ازاي طب مش هنكون في حتة لا انا مش قادر اععد من غير ما اعمل حاجة سلام الله اللي يفوق كل عقل ده محدش يقدر يديه علشان هو بيكون فعال في الوقت اللي محدش يقدر يكون فيه في سلام ده يعني ده بيشتغل في الوقت ده بس وسلام الله اه فينا نقولا انه انت قد ما انت حاسد حالك بسلام انت بعدك منك بسلام لانه سلام الله اللي بدي يعطيكي ايه انت يعني انت بتكون مؤكد انه انا يعني ما معรف كيف نوصفه انه انه بتحس السلام اللي انت يعني عن جد بتحس بسلام الله وين ما كنت انت ومتل ما قلنا بالحلقة بواحدة من الحلقات الماضية إلنا إنه إذا أنت مع الله مش معناتها أنه أنت خلص بلا صعوبات يعني أو بلا أنه حياتك صارت كتير أحسن. بس كيف أنت بتطلع على الصعوبات هيدا اللي بيختلف. فكمان بس يكون سلام الله معك أنت بتصير بتختلف كيف طريقة تعاملك بالحياة كيف بالديفكولتيز اللي انت يوفيس. بدي أسألك سؤال شخصي شوي. جماعة جدا أنا ما بعرف الانسر. في شي عندك أنت طلبة أنت طلبت من الله. whether it's the answer can yes no or wait. إذا كان الانسر نعم لا أو انطور. هيك يعني هيدا الطلبة it stands out for you أو أنه عم تفهمش قصدي. يعني التلبة دي مهمة عندي مثلا. ايه أو أنه هيدي هيدي يعني يعني أنت بعدها تتذكرها. عرفت كيف. آه يعني طلبت من زمان حد الوقت. ايما طلبتها وإن شاء الله طلبتها مبارح أو أنه طلبتها من 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 سنين. بس يعني هيدي ما بتنسيها انت عرفت. شو ما كان الانسر تبعولة ما بتنسيها. وهيدي بتفرجك إنه إنه خليتك تعرف صلاح الله لنقول. آه فضاء استجاب يعني. وهو استجاب. بس يا استجاب بنعم أو استجاب بلأ أو استجاب بانطور. يعني شوف حتى إحنا يعني عندنا فكرة إنه استجابي بقى أيوة بس. يعني حتى دي الوقت هو بقول لك يعني استجاب اللي هو آه لا. فهو لا هو استجاب. هو لما بقلك لا هو عم يستجيب. آه ايو ايو. بس انت يمكن ما بتلاحظ إنه هو بقلك لا. صح. من هيك. وفي فرق بين هارجع هارجع للسؤال. في فرق ما بين آه الله لما بيستجيب والله بيسمع ولا لأ. في اي بتقول بيعتقد بأشياء يا زماني غلطان. بتقول قبل ما تفتح تمك. آه. أنا عارف شو بدك. آه. وقبل ما تطلب. أنا قريدي عم بشتغل على اللي انت بدك يا. آه. فهل الله بيسمع؟ أكيد الله بيسمع. انا شو منقول يعني. طبيعي. في اي وقت. في اي وقت. في اي وقت. في اي وقت. وفي اي مكان. حال. فيش مكان محدد. ولا وقت محدد لحتى انت الله يسمعك. آه. الله غير محدود. لا بوقت ولا بمكان. فان الله بيسمع ده. آه. جارانتيد. يعني حاجة المفروض لنا نكون متأكد. آه. يعني. وإحنا بنصلي. مفروض نكون في دماغنا. هو الله بيسمع. بس استجابة الله هي اللي بتفرق. لأن الله هو عارف إذا إجابة بتاعته لنا احنا في الحاجة المعينة دي. بقى هنبقى ايه. بلأ هنبقى ايه. بستنى هنبقى ايه. علشان في كل حاجة الله بيعملها بيعملها بس مش لسبب واحد. لكذا سبب. لينا احنا واللي حوالينا. واللي نمونا احنا. الروحي والجسدي والزهني. وهو بيعرف المستقبل تبعولنا كمان. وبيعرف. وما ننسى انه الله بيعرف الغيب. هو الوحيد اللي بيعلم بالغيب. هو بيعرف. يعني. لك. مع انه شوف الله بيعطينا حرية. حرية الاختيار. وعننا حريتنا الشخصية. بس تل. لما لما انت بتطلب طلبة من الله. لنقوله. قالك لا. اول قالك انطور. هو عارف كل الاحتمالات اللي انت ممكن تعملها. صح. هو عارف ان انت شو بدك تعمل. اه. فهو بيمطر انت تشوف شو الاحتمالات اللي انت باي احتمال بتاخده. اه. 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 مش اي احتمال بتاخده. هو عارف انت شو بدك تعمل. اه. بس. بعده بينطر انه انت تاخد قرار. يكون منيح لإلك. عارفت كيف. لحتى هو يعطيك بعض الهالة. طح. يعني. يعني. احنا مفروض نحمد ربنا. على الحاجات اللي الله. او الطلبات اللي الله رفضها لنا أكتر من الطلبات اللي رفضنا لأن الطلب اللي هو رفضه عارف إنه كان هيئزيني الطلب اللي أنا عايزه والله جاوه فكويس فيه صورة وإنت بتكلم معرفش هتبقى واضحة ولا لأ شايفها واحد كان عايز يفوت من باب أو خلينا نقول بيطلب مثلا حاجة معينة أو عايز حاجة معينة لما شاف الباب مقفول رجع زعلان أو اللي هو ايه اتكسر جبره أو خطره بس بعدين فيه وراء الباب اللي هو مش متشاف فيه تعبان كان هيئزين هل تفتح موزيس؟ لا لا موزيس بكيم صوت فالصورة دي بصراحة لما شفتها أثرت جدا في طريقة تفكيري وفي في ازاي أنا بشوف الله لما بطلب منه حاجة إن أنا شايف إن حاجة دي ممكن تكون مفيدة ليا شايف الشخص ده لو قربت منه هيكون مثلا كويس معايا شايف إن الشغل دوت لو قدمت عليه هيخلينا عايش في يعني مستوى كويس بس معرفش بعد ده إيه اللي هيحصل لي بعد ما الشخص يقرب مني بعد ما اشتغل بعد ما روح المكان الفلاني إيه اللي هيحصل فإذا أنا طلبت مثلا حاجة من الحاجات دي والإجابة كانت لأ فأنا المفروض أكون واثق وعارف إن لأ علشان هي كتا تئزيني أو لأ علشان أنا مش مستعدة دلوقتي أو لأ علشان في حاجات أنا معرفهاش أو مش جاهز ليها لما أكون فيها فإذا أنا عندي الثقة دي إن الله مهما أنا بصليل هو بيسمع دي أول حاجة إن لو إجابته لأ فده الفيديتي أنا علشان ممكن حاجة تئزيني وعندي الثقة دي فأنا مفروض أكون في الارتياح حتى ولو الله ما جاوبش عليك لك بتتذكر بـ بيوانوف دي أبزوز قلتلك عن إنه بيتر أو إيت بيكون بده يروح يمسك الكهرباء بده يعمل هيك فأنا ما بخليه فالله بيتعامل معنا كأن إحنا أولاده فإحنا ممكن إنه إحنا شايفين الشيء اللي عم منروح عليه لنقول لهو يابا كهرباء شايفينه شيء كتير حلو شيء كتير يعني أنا بدي إياه على ما كيف بس هو عارف إنه إذا دقرته إنت أبداً ما أنا مني حريرة فكرمل هيك أوقت هو بيقول لا والمشكلة الأكبر إنه العالم بس تشوف إنه الله ألقى أو إنه الله معطى أو إنه الله ألويت بتفكر إنه الله مش موجود صح أو بتفكر إنه الله ما سمع أو الشيطان بيجي بحط لك هيدا الفكر إنه الله ما بيحبني كرمل هيك هو معطى مش مهتم أو إنه أنا ما بيستحق هيدا العطية عارفت كيف فنحن لازم نوضح للناس إنه لأ بالعكس أنت بتستحق بس بدك تعرف إنه لما أنت بتطلب الطلب هي أبداً ما بتكون بحسب وقتك أنت لأنه أنت يمكن بدك إياها هلأ بس الله يمكن يكون محضر لك إياها لأ حتى أنت تأخذها بعد شهرين ثلاثة أربعة خمس ستة يمكن بعد بسنة بسنتين ما بتعرف أي متى ويمكن ولا ما هيعطيك إياها لأنه عارف إنه إنت بلايها أفضل و أفضل لما نحن منحكي أفضل ما منحكي أفضل كـ financial or physical or whatever نحن منحكي يمكن أفضل لك إنت كشخص يمكن بعلاقتك مع الله يمكن بعلاقتك مع عيلتك يمكن بحياتك العملية لم أعرف بس أنه اللي بدي يقوله أنا مش بس لما الله بيقول لا مش معناته بس انه هيدا الشي كان رح يقزيني لا لما الله بيقول لا هو عم بيقوله لا لانه انت بعدين رجعت قلتها الله عم بيقول لا لانه لفايدتنا عرفت لانه هو عارف الافضل مثل بجيرمايا 29-11 مثل ما انت قلت قال لك الاخرة ورجاء مظبوط لمستقبلك هو عم بيطلع انه انت كيف بدك تكون لبعدين يعني انا قلت لك انا ليه بدي مليون دولار لحتى انا امن مستقبل لبيتر فبالنسبة لالله هو ما عم بيعطيك ايها هلأ لانه عم بيبدو اياك بدو يأمن لك مستقبلك بطريقة تانية صح مظبوط وهي كل دي بترجع للثقة اذا انا عندي ثقة ان الله اللي مات اصلا علشاني واللي عنده حب ليه اكتر من اي حاجة تاني في الدنيا وان الله عايز فايدة ليه انا في حياتي اللي انا عايشها هنا والفايدة اللي انا عايشها في حياتي هنا علشان تأهلني لان انا عايش معاه في المستقبل الحياة الابدية دي اهم حاجة عند الله فانا هفهم في كل طلبات صالة انا بصليها ان انا مش لازم استفاد من الحياة دي مش لازم كل حاجة انا عايزها في الحياة هاخدها مش لازم كل متعة استمتعها مش لازم انا لو طريق التفكيري كده فمش هفهم طريق التفكير الله بس انا لو طريق التفكيري وطبعا محدش هيقدر يفهم تفكير الله لان الله تفكيره اعلى بكتير مننا بس ان احنا مثلا نحاول نفهم الله بيشتغل معنا ازاي هنعرف ان مش كل حاجة في الحياة انا عايزها هحصل عليها لان مش هي دي الحياة اللي انا عايشها هي الحياة اللي انا عايشها اللي انا هحصل عليها اصلا بعدين هي الحياة الابدية مع الله دي الاهم لو انا في يديتي وتركيزي واهتمامي على الحياة اللي أنا عايشة هنا أعتقد كل الكنز اللي أنا بكنزه على الأرض بس إذا إحنا بنكنز كنوز في السماء مفيش ولا سوس ولا صدق هيكله فهيكون موجود لي لما أروح أستطيع به طيب بصاصة هنك المفروض يعرف هذا كل الحكة اللي أنت حكيته بس تعم بتلفه الدور مع أن تعطيني الشوال نرجع للسؤال هل أنا صليت الصلاة أو طلبت طلبة معينة لسه لحد دلوقتي يفاكرها فاكرها أو أنه مميزة لأي لك شو ما كان جوابة عم تفهم شو قصد يعني بمميزة أو تستانز آوت يعني أنه أنه لما قال لك إيه أنه كانت منيحة أو لما إذا قال لك لا فهمت أيوة إذا قال لك لا أنا لازم أقول أنا أقول لك تراتيش أنا صليت إذا الله شايف أن أنا مثلا مع الشخص الفلاني هنبقى كويسين مع بعض الاستجابة كانت A وأنا كملت على أساس أنه هو A علاقة أنا كنت في علاقة بعد ما سبنا بعض وكنت بسأل الله طب إذا أنا صليت في الأول إذا الشخص ده هيكون أنا وهو هنكمل مع بعض وأنا وهو كويسين مع بعض في المستقبل الإجابة كانت A ليه دلوقتي إحنا سبنا بعض الإجابة ما جات ليش غير بعد فترة اللي أنا دلوقتي أعرفها إن الله سمح ووافق بالطلب اللي أنا طلبته إن أنا أكون معاها ويأتبقى معاها في علاقة علشان أنا أتعلم حاجة معينة ما حدش هيقدر يعلمها لغير الإكسبرينس اللي أنا هكون معها في طريق التفكير وطريق التعامل معينة الحاجات دي ما شاء على وراء يا أساس كلمة للصوت بعرف أنك متحمس الحاجات دي الحاجات دي عرفتني إن ما كنتش هقدر أتعلمها أو ما حدش كان هيقدر يدهاني مثلا في كوباة الشباة فأنا عرفتها إيه غير في غير لما تكون سنتين ثلاثة دول أوكي إحنا في أوقات كتير ممكن ما نفهمش الوقت اللي ضع في الحاجة المعينة بس هو مش وقت ضع ده إكسبرينس إحنا بنكسبه في الحاجة دي ساعتها إحنا بنفتكر يا خسارة راحت عليها سنة سنتين ويا خسارة عكس اعتبارها ممكن محدش هيقدر يتعلمه يعني إحنا كبشر يا روني كجنرال في أي حاجة في الدنيا مش هنقدر نتعلم حاجة غير لما إكسبرينس يعني إيه خبرة أو لما نختبر أيوة غير لما نختبرها محدش يقدر يتعلم حاجة يعني مثلا فيه ناس بتقول أنا عندي اختبار أنا مرد بكذا وكان عندي مرض وربنا شهد فاني وكذا وكذا أنا لما بحكي اختبار الشخص ده ما بيكونش مؤثر أكتر ما الشخص بيحكي ليه علشان الشخص هو اللي عد بيه أنا ما عاشتوش فالله بيخليني اختبر حاجة معينة أو بيسمح بالاختبار إن أنا اختبره علشان أنا أعرف الله بطريقة تانية أنا ما كنتش أعرف الله بالطريقة اللي أنا عرفته بعد اللي حصل معايا إن أنا كنت بطلب كذا وبعدين قلت ليه طب ما ده أنا تأثرت ده أنا زعلت ده أنا أعدت وقت كتير يعلم برا ربنا بس في الآخر لأ عرفت إن أنا تعلمت حاجات وإن أنت تتعلم حاجة دي لازم بيبقى فيها وجعة لازم يكون فيها علشان تقدر تعلمها وعلشان ما ترجعش تعملها ما ترجعش تعملها فهي ديت الحاجة اللي أنا وحاجة مهمة برضو يا روني إن صدقوني لو أنتوا طلبتوا من الله حاجة والإجابة كانت أو في الآخر عرفتوا إن الحاجة ديت مش أزيتكم بس ما كانتش معاكم إلى الأبد معرفش قلتها قبل كده ولا لا ساعات الله بيحط ناس في حياتنا مش للأبد ساعات بيحط الناس بيكونوا مرور الكرام أيوة لفترة لحاجة معينة وبعدين خلاص كلمة هيك من ضلنا نقابل ناس وبروحوا ناس من حياتنا فمش آخر الدنيا إذا أنتوا كنت مع ناس بس فيه كمان شغل لازم نفهم أنه الله بيسدد كل احتياج نحن بيعاسته طبعا الله ونحن يمكن أوقات يعني نحن نحكي عن الطلبات أكتر شيء وعن الله يستجيب صلاة أو يسمع ويعطينا شيء طلباتنا ويستجيب لطلباتنا بس فيه شيء لازم نركز فيه أنه الله كل يوم عم يعطينا الله عم يعطينا نفس الله عم يعطينا نهار الله عم يعطينا بركة أنت اليوم لابس التياب ومدفحها لك غيرك مش قادر مثلا يمكن الله مش معناه أنه الله ما عم يعطيه بس كل واحد الله عم بيسدد كل واحد حسب احتياجه وبسدد احتياجات الكل صح ومثل مثلا بولوس يعني لنقول لأنه أنا قلت أنه أنت عندك شيء تتدفى فيه غير رغم عنده يمكن اللي ما عنده الله بيقله مثل بولوس قال له لك فيك نعمتي فالله بيعرف كل واحد شو احتياجه الله بيعرف كيف كل واحد بده يتعامل وكيف وشو كل واحد لازم يختبر لحتى يتعلم يلي هو كان لازم يتعلمه وما ننسى أنه أكيد طبعا الشيطان عم بيشتغل كمان كمان في الوقت كرمل هيك في ناس عندهم قصص وناس ما عندهم هيدول قصص بس مش معناته أنه الله مش موجود لا الله دايما موجود في الوسط ونحن بنعتبر هيدا كل العالم اللي احنا عايشين فيه هو لنقول العاصفة والله موجود بالوسط فيها بهاي العاصفة وعن بخلينا نكون معه بس لازم كون احنا مركزين معه احنا كلنا في دايرة واحدة كلنا في العالم كلنا بنختبر المرض كلنا بنختبر الموت كلنا بنختبر البرد الحر سلازل ما فيش حد كامل ما فيش حد عايش اه بعيد عن الحاجات دي كلنا بنختبر الحاجات دي الفرق الوحيد ان الله موجود في وسط العواصف في وسط المشاكل في وسط الأزمات الفرق الوحيد اذا انا حاسس بوجود الله في العواصف دي وصدقوني اللي بيحس بوجود الله في العواصف ما بيحسش بأي حاجة تانية بتحصل ما بتهمه العاصفة ولا بتشغله في أي حاجة اه بيحصل 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 بس انا مع الملك انا مع مع اللي ماليوش زي انا مع الكل في الكل يعني اذا ان كان الله معنا فمن عليه يعني لو الله معاية هخاف من ايه هاضطرب من ايه هفكر في ايه اذا الله معاية وانا واثق في كلامه ان افكاره سلام مش شر افكاري افكاره لتعطيني اخيرة ورجاء الـ plans الخطط اللي هو عايزني انا اختبرهم في الوقت اللي هو عايزني وفي المكان اللي هو عايزني فيه خلاص انا هتكل عليه يعني يا رب ماشي انا عايز الحاجة الفلانية بس اذا بتمشي مع الفكرة اللي انت شايفها معايا اذا انا جاهز لها دلوقتي اذا انا مستعد لها ماشي اذا لأ لتاكن مشيئتك الله بحياته ما ما بيسمعنا هو عطول بيسمعنا والله عطول بيستجيب واجابته يمكن ما تعجبك بس الله عم يستجيب ان كانت مثل ما قلنا نعم ويت او لأ مش ضروري اذا هو مش مش معناتها الله بيستجيب بس لما نقول نعم ف كل واحد فينا عنده اختبار كل واحد فينا عارف في عنده طلبة الله استجابه لأله مثل مصاصف يتذكر الطلبة اللي الله خلاه يختبره فيها وكل واحد فينا اختبر الله وجود المسيح بحياته فنحن اليوم لازم نطلب طلبة اللي هي انه لحتى الله يعطينا حكمة لحتى نحن نفرق بين القصص المنيحة اللي نحن نطلبة لألنا او لأ ولحتى نحن نفهم انه مش كل الشي بنطلبه لازم يجينا لانه بالاخير الله هو مش شو بيسموه هيدا اللي مع الفنو السحري شو اسموه مش عفريتي يعني مش مصباح هيدا طبع مصباح هيدا متل مصباح على قدين وتعمل هيك 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 بيطلع لك شباك لباك عبدالله يديك ما رح يجي هيك الله الله مش مش انه طلب وتمنى يعني زي زي بالزبط وابنك مش كل حاجة بيطلبها انت بتدهاله مية بالمية عالجين تعرف مصلحته مية بالمية هاي هي فلازم نعرف انه الله هو أب لكل واحد فينا وهو يعرف مصلحتنا وعرف شو نحن بدنا ما تنسوا تعملون اكتبونا بالكومنت سكشن اذا في عندكم او اذا بدكن ينا نحكي شيء بالاسئلة تعرفوا عنا اكتر او اذا في عندكم باتكن ينا نحكي فيهم اكتبونا بالكومنت سكشن ومنقلكن منشوفكم بالحلقة الجاية شاو